نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظة وذلك بعد توقيع إجراءات للكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم في إطار جهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وبناء على توجهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة باستمرار توفير سبل الرعاية والتيسير عليهم من خلال تسهيل الخدمات التجنيدية المختلفة حيث نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظة وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم وألقى اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية فيما ألقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها الدولة اهتماما بالغا كما تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام بما يسهم في رفع الروح المعنوية ورسم الابتسامة على وجوههم اشتركوا في القناة